عزيزي المشاهدين اليوم الرحب فيكم ترحيب خاص اليوم معنى الصحراء الخيمة الناقة اليوم في برنامج عق علومك معنى فارس الشعر فارس الصحراء السيف معنى الشعر سالم البدوي حيئك سالم البدوي خشبك خشمك يا عبدالله مرة حن البدو ثلاث مرة الآن قبل الآن اختصار الله يسلمك علومك عق علومك ماشي العلوم الخير اصابك انت الله يعرفيك الله يسلمك علينا نبقى يوم بدوي هو برنامج ينص عليش ببا عق علومك اسمك كذا اه عق علومك اي اي يعني انت مني العلوم اليوم العلوم العلوم القصيد العلوم والقصيد والسيف والخيمة والناقة اسمه عنده ايش علوم الناقة اسمها مسيحة ناقة اسمها مسيحة اتعرف? مسيحة اي طبع الان الاعتزاء ما تسمع 버 sunt الناقة اسمها مسيحة مسيحة لكن انت متعرف هاي السؤالة اللي تصيح норм لو بحي مناقة مناقة جدي تسوي الي تصيح مصيحه بالله عليك يا عبدالله أمرك سمع تناقح تشوي تسوي نحن على الهوه على الفكر؟ على الهوه الخشو الحال يا عبدالله أنا حنالهوه يا جماع هني قلنا الحلقة مميزة شبابية ايه شبابية بس خالك تقيل ارزحها شوي ارزحها خلنا نسوله شي سواء لها تخص القصيد أفضل اقول قصيد ايه يقول قصيد اقول سلم على قلبك سلم على قلبك يا عبد الله وقلح روح يتحبه من جميع الزوايا الزوايا عيني وقلبي وما بقى فيني كله كله حتى جروحي تعشجه من ورايا من ورايا ربيع عمري انت زهره وفله وانت وجهك فال صبحي بس عاد مبنته فنته وانت وجهك فال صبحي ومسايا دونك حياتي بصراحة مملة خلك وسود عيسكي وبرضايا مثلك حبيبي صعب يمطاك زعله ويقطع لساني يوم زل يوم خطايا مثلك حبيبي صعب يمطاك زعله ويقطع لساني يوم زل بخطايا عشان ترضى قدر تجي بلف عله هم يرضاك وهمك أصل شقايا شقايا طاقم جلوسك ووردته والمجلة وفنجان شايك عليها بصمة شفايا صدق حبيبي كل شي بمحلة حتى دخونك في مجلسي لك بقايا بقايا هاي قصيدة ايه خلاص القصيدة انتهت يا عبد الله لا ميقول قصيدة هاي قلت اسلم رأي فرحة سماقل انا بي اقول ايه من عقب ما اخلص من القصيدة تسلم لسانك اذا لو انك انت ريالا بدوي وفاهم في الامور عناء ريالا فاهم وبدوي بتقول يعني ايه ايه اه الشاعر سالم البدوي اه بداياتك اسماعلي اللي يبع بدايات شلال ايه بداياتك الشعرية بل 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 ب�� بchain عقلوبك عبد الله انه تعرف المعاني يا كله ايه ايه اييه تعرف المعاني تربي تربي بaları بدو انت ايه خلاص يا تطلعونا هنا من الهواء شديتي المم معقولة بذكر لا انسيت جنيه ما ليلا انسيت ناخذ السهل علىواص المفروض اننا اعطيكي كهو بالعيد اين عيد يعني ما حلو كذي يعني قدام الناس انت غايد تقاه هو ضيفك موجود انا عبدالله وش الحركات هذي نايت لا يا رجال وش قاعد تسوي مارد فيه خلاص مارد 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 السموحة وين الفنجان عبدالله الفنجان هنا ما يكفل الضيافة وش ذي فنجان كبير اي بالله بتصبلي قهوة في ذا ضيافة كبيرة اقول عبدالله خلنا اترك هذا اترك هذا انا ما اشربها عليك الحار خل اكلم نبتدي الخيمة في معاني الشاعر سالم البدوي ايش الخيمة في معاني شاعر سالم البدوي الخيمة في معاني سالم البدوي يعني يعني الخيمة لها معاني عندي انا تختلف عن خلاص يعني مشاهدين الكرام يعني الصحراء في معاني شاعرنا سالم البدوي الصحراء بالنسبة لنا ايه هذا السواء نعم ايه بس كان يفترض انك تقولها و تقولي وش تعني ذك الصحراء عبار اسمح للي موش الصحراء في معاني سالم البدوي ولا خيمة في معاني سالم البدوي يمكن استيعابك شوي حين استيعابي ولا اسلوبك يا عبدالله فالطرح استيعابك الاستيعابك اه وعزائي المشاهدين سالم البدوي هش الفيسولوجية الصحراوية في معاني الشاعر أو بلع واه بوك انت اتغاش مرة وصدقك لا الفيسولوجية الفيسولوجية تعرف على نوع من انواع العلم الحديث فيسولوجيا في الشاعر فاكيد كل واحد عنده فيسولوجيا انت فيسلوجيتك ايش في الشعر نزال قباني ايش فيسلوجيته في الشعر يا عمي وش جاب لجاب يعني وش جاب لزال قباني حقي انا الحين وين انا وين هذي الرجل الله ارحمه يا حبيبي نحن ما عندنا فيسلوجية فهمت علي خلي سؤال حبدالله اطرح السؤال شب الحب وشوف انت الصحراء في شعر معاني شعر سالم الفدوي ميش يا حبدالله في شعر معاني صحراء صحراء وش تعنيه لك الله يا سالم الله كشاعر اي مثلا اي ايدها ايدها وخلا ما ياخدوها منك كذا شباب اه ازاي المشاهدين الصحراء شي كبير كبير الصحراء هنج الشاعر سالم الفدوي ايش تعنيه له عق علومك الصحراء اي بالنسبانا نحن اي يعني احنا تربينا علي كل حال فيها اي والصحراء بالنسبة للشاعر للشاعر اي يعني ملهمة اي تلهم تلهم الشاعر خصوصا اني لا من بغيته يعني تكتب شي تستخلا بروحك تروح في ذاك كلبه اي اي نعم هناك تقال الهام اي 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 ترتاح انت في طريق صحراء يا عبدالله اي اي اذكرني لما كنا نصيت سمك في البحر الصحراء اذكرك لما كنت تصيد سمك في البحر اسمح للي هذا السؤال ما تستح على ويهك يا عبدالله ما تستح على ويهك لا تطور اي تطور يا عبدالله هذا السؤال اول هذا السؤال اول يعني من اين نقطة البداية سألت الصحراء سؤال الثاني ما سألتك يا عبدالله كيف تمارس الشعر عبدالله كسر شرني ها بأمانة الصراحة انا تراني والله ما اشوف انا احترر ومكصحش ولكن ايضا احترام للاخوان والاستاذ بدر انا بأمانة انا يالس فيني تراني لاننا تطور قدهم ثلاثي ايام ولكن انا بدا كان هذي سلوبك انا تراني رايح بأمانة التكنولوجيا هذي التكنولوجيا لا ارجوك ارجوك كل الرجال خلكم معي صبيعي وتكلم بأسلوب حلو اذا عندك قصاصات تم تسوي فيها اسئلة ظاهرة واستعين فيها هذي هي قصاصاتي بالملجوكات تاخذ سوالك من الهاتف وش هالحاجي ذا تكنولوجيا ها هاي تكنولوجيا تكنولوجيا الحديثة الحين التطور ان انا اخذ اسئلتي من السليفون اعزائي المشاهدين في برنامج عق علومك يبا يتحرف وش هوا الانجازات في المراحل الشعرية ايش مراحلي انا اي شف يا عبدالله انا ما اتكلم و اقول اني عملت انجاز اي اعرف ما هو انجاز ولكن احنا انتماشا مع الوضع في الساحة الشعرية اي نعم انت تدري وتعرف امكان ربما انا عندي برنامج حاليا في الاذاعة يخص الشعر وش ذا احمو ازعل انا اتكلم وانت تشوف المسج حتى ما يصلح يا جماعة يا عبدالله يا حبيبي يا سادي اي شي اسمه هذي كامرتك هذي كامرتك حتى ولو بس فيش اسمه احترام يا اخوي يعني انتم جايب هاتفك هذي اكزرانا تراح لا تخلي هاتفك ني انا تشوفني حين عارض هاتفك مثلك جدي لا طبعا عندنا ترى نحن بعد هواتف خلص خلي ذا بعيد عنك انت الحين سوي سوي أسمح انته شي اللي يا اخو التالف هونا تسوي اللي صورتها تشريتين اسمح 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 للي اعزائي المشاهدين اه الشعر الفصيح والشعر ما شعر الفصيح يا الله شعر النبطي انا شعري شعبي شعري الان من يوم جلستمي ضاع الوقت معي وياه عبار اسمح للي اخو ما قلنا شي جميل مفيدة الفنان الشعرين قول ممكن يا اخوي انا شاعر شعبي الشعر الشعر شعر ايه بس ما ما تألف يا عبدالله انت يفترض انك تنسق معي يعني اذا انت ما فاهم في الموضوع دي نسق معي من قبل وخبرني انا خبرك وش اللي ممكن تقوله ما ما تعدى على حدودك انت كموذيع يعني ولكن ايضا يمكن شي ما تفهم فيه انت قالو اسمح للي ما تفهم انا انا قال في الشهر على فكرة يمكن انت اللي ما ما افهم طيب جايز اني انا ما افهم لو انا افهم لو انا افهم يا عبدالله اه ما دعتني اياك هنا دقيقة واحدة من بعد ما اشوف المسخر انت قاعد فيه بصراحة جد يعني لو انا افهم بعني لكن انظر اني ما افهم وعلك الحال اتريك تنجم بالمحمل انا ما اريد اتعامل معك وخلاص اعذرني الستر بدر وغيره انا ما اريد لا لا ارجوك 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 اسمح 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 لله خلاص اذا اريد يروح يروح يا اخي ما غصب ترا يعني الentreقر والله ما غصب الاني عينيش تذيني بهوات فكرة يعني ممكن يطلع شي منك يمكن تضيف شي يعني الاشتار ايك اشنا انت يطلع مني شي وانت هذا اسلوبه اسلوبه انا جديد اسلوبه في الطرح اذا كان هذا اسلوبك الجديد احنا ما نظري عذرنا ما انا يو مش بقع والله ما قاعد انا قابل وجههم خشمك قصب بالله قبر منك البلس على خشمك الحين و بفدت لخ لا تقول لي خشمك احتذر لي لا لا تقول لي خشمك لا تقول خشمكرجعنا واا بو لا تقول لي خشمك لو انه تعرف خشمك ما يبللي ديها وتقول له صب لي فيه دوخ اي خشمك هذه روح راح تسوى تكلن وقول كمل كملل الي بتقولك انا بيتحملك الله حاسم الله يعينا انت من وين عبدالله انى بتجو استغفرونيا المتم تتوب لك بجو قسم بالله بمان اه اقول ليلين لو انك بس ربيت في الباده يا عبدالله عندي ناقة بصيا ضررررTION ناقة تسوي اللهมา يستربر اه.. ودنا في قصيدة فيه يعني قصيدة اه.. نغير الان اه.. نغير الان قل لي يا سالم يا سالم بسلوب محترم ايه? انا احترم 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 فاهمت عليك قل لي يا سالم ممكن نسمع منك قصيدة ممكن نتحن تستوتر يا عبدالله خلي عنا كنت تسوي تلي شمالده عقد علومك ممكن نسوي حتى اسلوبك ما حلو أنا قلت يعني شوي مع البدوي كده أحاول أفترضي يا حبيبي ما يحبونك تبا تسوي شعبية عند البدو بالطريقة ذي لا خلال طاعة شعبية كالارب يحبونك البدو تشريه خلكم طبيعتك يحبونك الشعر سالم البدوي نسمع قصيدة حلوة قصيدة حب قصيدة شعور منك هيش رأيك فالك الطيب يا عبد الله تبقى قصيدة تسمع غزل انت أيه أيه بالله ذكرتني باللي كنت أحبها ريم الغلق ما شوف الندي؟ شو اسمع ريم الغلق اهه يا عزيز مرح كان عندها ناقة بيس؟ ناقة هي بالله ريم الغلق ناقة عندها ناقة اهه وانت تحبها اهي عندها ناقة مفرحة هن عندي ناقة ابو فرحة انت عبد الله سجل هذا الشي نغيين سجل هذا الشي اللي قاعد تقوله ايه يا حمو أزعد ما أظن ما أظن يا سيد بدر ممكن يغلطي غلطة هاي غلطة ما تغفر لأبدا على فكرة يعني طلب القصيدة خلنا أقولها خلوا طلب القصيدة بس صوت فضل طلب القصيدة بسلوب حلو لا أنا قلت خلاص يعني عندنا عملية منتاج يعني بيقصون هذا اي صيد فضل انت تعرف عبد الله حب شباب اللي يجي اي تعرفه بعض الحب حلو صح صح يعطي حمرار تري مثلا بله أنا قطر ده المجايد كونتاني أقول معذور حب الشباب اللي انت تذمينه يلو أبوه يا ليتني كنت أنا بداله بداله الرجايم داوية حذر تداوينا خلي يضفي على أخدش جماله أخدش جماله ده ما هيبيج ليش انت ما تبينا ليه تستخدمي مرهم وداتها لازالة لعنو في المرهم اللي انت تحطينا يا عسى ما فاد مفعولا ليش ما نقول لعن أبو الكثير والله يلعن يا قوي ايها أنا مريد اسمح للي يبع قول قول يا قول يا عبد الله قول أنا بس الغلطتي في إيش أنا قلت ليش ما تحط بدال المرهم لا تقول وانا قاعد أقصد لا تقول لا تقول عيب هذا تعرف شوي عني عند الشعارة عيب إنك تقول له لو سويت كذا ولو سويت كذا هو قاعد يقصد ايه بس احنا دردش السبابية لا اخوة شو دردش السبابية وانت قاعد تصور متكلمني لو حلو لو انه على الهواء كانت فشلنا أنا لا يلا 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 بسم الله خلينا خلي قال يلا 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 نقول قصيدة النوم عزائي مشاهدي برنامج اه اي 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 اذكرت الحلقة بدوية عزائي مشاهدي برنامج عق علومك قال لي له نسمع قصيدة غزلية من الشاعر سالم البدوي يذكرني بايام حبيبتي القبلية ايه اريم الفلق اريم الفلق كانت تركب ناقت ابو فرحة وتركب ناقتهم فرحة عق علومك الشاعر سالم البدوي في القصيدة الغزلية يمكن ان شاء الله بس الثلاث يمكن يعني عالي طبيعي يعني كذي برنامج اسمه مصخرة لا برنامج جايك اسمو كرمي اذكر في أوروبا استخدموا هذا الاسلوب انت تعلمت الاسلوب الوروطي وين انت عرب عبدالله شو سافرت ورشت على منه انت لا قبل خمس سنوات شو سنة يعني وش تعلمت الاسلوب الحديث في الطرح والأفكار في أوروبا وتعلنت انهم هاي الطرح اي الناقة وقذا وما يتمن خلف الخير ما في الصحرة فيعلموك في أوروبا لها السؤال فيه السؤال كذا فنتك سمى السؤال فنتكي والله ما فنتك غيرك عبدالله بماني انت الفنتك بروحك فنتك و فنتكيت تعرفت شو معناه هذي فنتك السؤال يعني كذا فنتكي الله يساعدك يا رب نقول قصير على هالترمي افا افا انا ليس تعلماني انا ما معصد انا ما معصد بس اتخلاص ما ليه خاطر اقابل وجهك صراحة يعني وابا والله تزاعل لا تزاعل لا لا والله تزاعل لكن اسلوبك عدله شوي علشان تربط حالك وتطلع مذيع محترم مثلا الناس يلا قول قول الخسارة اللي اتصلنا فيك وترجيناها بل 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 خسارة اني انا قاعد معك يا اخي خانوه مضيع وقت وقاعد معك انت لاذ قاعد تقول يا رب سب الله انا بوا الاحترام هذا الشواء بالليون أقل مرة رغ السب ما يرس عندك خمس دقايق عبد الله انت ما عادر ايش لان انت صاير كذي ومعاي يعني فيك شيء ما فيك يعني قبلاتي هني وين ورح؟ هني 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 قبلاتي وين دهني هني ها؟ ممتوش هي غير خصمك يا عبدالله قلنا يعني الرطب الجو والرطب الجو ربك فتر ولا كان جاي نكترى الثاني يقسم بالله عبدالله طراني ما عارف سمعني يا عبدالله الاحترام قلت لك ترى عندي لا حدود احترم الشخصي لأبعد حدا واغصحت ايه لكن انت حن طلعت عن حدود الحدود حن ما سوينا شيء طلعت يا عبدالله بمانا ما طلعت ما طلعت عن حدود طلعت ارجوك لا ارجوك طلعت طلعت احترم نفسك احترمه فانا ازين انا محترم منك انا لا 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 ما علش ما علش احترام المشاهدين زين اذا ما احتراموا مني يلا شاهدين الاحين ما بيشوفوا هالحكي اللي قاعد يصير بيني وبينك في ناس عندهم يعرفوا انهم يطلعون هذي لك بس تتكلم صح انتا حموها زعل انت زين اطلع برا الموضوع طلع برا الموضوع تركه ايه سالم نتكلم عن امور باني يعني في الاشياء دي ممكن تتقمع ايه الشاعر سالم البدوي هيش اللي يعطيك احساس في القصيدة كيف توصل القصيدة جميل طبعا الموقف يا عبدالله الموقف او هو اللي يهمك بانك تكتب شي مائل كل ما يعني وقع موقف صادفة موقف سواء عندك او عند غيرك وانت كنت موجود هذا الموقف يليهمك انك تكتب شي قصيدة وانا انا معروف عني ان قصايدة كلها قصايد واقعية اغلب قصايدة واقعية واقعية هذا الشي معروف اصلا في عمان فلذلك تحصر عن قصايدة كلها مواقف كلها اشياء واقعية وحاصلة وصائرة ما هو اللي يهمك باني يهمك ايه اللغز 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 الشعري ايه ايه اللي انا كانت اقوله في برنامج اماسي 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 اه بما يعني الغاز شعرية من جالت انك ترتب بيات انت طالب فيها تقصد شي معين فهمت عليه ايه من خلال المفهومي تكنت ركز على اللي قاع في القصيدة وفي اللغز في البيتين ايه تعرف وش المغضى وش يدول اهلي وش يقصد منك وش هو اللغز ايه ركز على الفيدوي ايه بالله اينت اللحن قصادي ايه يعني القصد فيه اللحن فيه هم غزاينة الان اللحن على اني انا اشن ايه شلات ولا لحن للمطرب للمطرب اللحن ايه انا انم ادخل في مجال بتلحيني اه بالله وش هو؟ ليش هو؟ ايش؟ ايش لان؟ اقولك انا ما ادخل في مجال بتلحيني شو ونش هو وليش هو؟ يعني السبب من يقول؟ أي جمهور؟ أي جمهور؟ جمهور اللي أنت تعرفه أي؟ أحمو أزعل تعرف الفشل يا عبدالله؟ أي؟ الفشل بعينه هو هنا من صد وكل ما تعرفه أنت هاي الفشل في جمهورك هذا ما يهم أحد على كل حال أي؟ في بيتين أنا بردأ لك ويهم بقول لك أنا ما كتبت الشعر بس يكتبني القصيد وما عجب مثلك ترى غيرك يوده وليك كان شعري مثل خاطئ تريد لا تنشد عنه سواء ال�جد والجدة إي والله نعم والله 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 الا انا اعتوف ذلك كلمة بس كلمة والله كلمة والله كلمة شكر ما الشهر بعدك سالم البجوي كنت ضيف برنامج رق علومت اي اضيف وهي عق علومك اه ما عقيت علم ولا قلت شي لده وكاميرا الخفية احجبنا كاميرا الشو خفية فاعمان ضيف. عندنا في عمان كاميرا خفية. من يقول هالحجيش؟ صحيح يا شباب؟ اهنا في كاميرا خفية. خشبه! خشبه!